السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معنا في فيديو جديد ولسه بنتكلم على في شابتر سيفن. طبعا احنا بقلنا كزا فيديو بنتكلم في شابتر سيفن ان هو شابتر طويل. بالسهانة ان شاء الله. احنا خلصنا مع بعض اول تلاتة والرابع اتكلمنا فيه على زير موديل والقونستاند موديل والفريابل موديل بتوع كان فضل لنا بس الايه والنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديو ده. بس قبل ما نتكلم عن ونخلص عايز ادخل معاكم الاول وانه يعرف بتتكلم علي. بتقول لك قل لي العلاقة ما بين القرارات اللي بياخدها المدير القرارات المالية او اي بياخده. علاقته ايه بالريتيرن والريسك وقيمة او قيمة الشركة. طيب. هو طبعا انتو لما بتبصوا على ده انتو بتفكروه نظري. يعني ده هيبقى موضوع انشاء. مش هيبقى فيه ايه مش محتاج اللي انت تقعد تركز فيه وتفهمه. من هو الموضوع ده مهم جدا. وبيعتمد على فهمك للموضل اللي احنا شرحناها. طب تعال نشوف مع بعض كده. بيقول لك ايه بيقول لك ايه بيقول لك ايه بتعتمد على بتعتمد على الستوك فاليو بتعتمد على الايه? على ال着 ماشي. و ايه تاني. قال لك ايه ديسجن ايه ديسجن هيقصر على بتاعتها هيقصر على الايه. والقي ويقصر على قيمة الشركة. قيمة الشركة متمثلة في ايه? متمثلة في قيمة السهم. الا wax of the fare. المتمثلة في الايه? المتمثلة في Ng oil. اه طبعا انتو تفتكروا كده ده كلام عادي كلا كلام نظري مش محتاج اللي احنا نشرحه لأ او ده كلام مهم ومحتاج اللي احنا نشرحه ونفهم ما هو قصده ايه بالكلام ده? هو بيقول لك اي ديسجن هياخده المدير هيقصر على الريتيرن وهيقصر على الريسك اللي بدورهم اللي بدورهم الاتنين دولار بيقصروا على ايه? بيقصروا على الفيرم فاليو. بيقصروا على قيمة الشركة. طب عشان نفهم الكلام ده تعال نشوف الموديل بتاعنا. اللي هو ده الايه? ده او طبعا احنا شرحناه بالتفصيل. باستعلم نفهمه بقى مع بعض. هو قصده ايه هنا بقى? بيقول لك ركز معي. بيقول لك انت عندك دلوقتي البي نود ده الايه? ده الايه? ده الايه? او هنا نقول الايه? بيعبر عن ايه? بيعبر عن قيمة الشركة. ده بيعبر عن قيمة الشركة. طيب الفيرميز فاليو دي بتتأثر بايه بقى? الموديل في ايه? او القانون بتاعنا? الفيرياب لسو بتاحته? بيقول لك دي وان دي اللي هي ايه? اللي هي الديفيديند او الديفيديند اللي جاية. صح? يعني دي الاكسبيكتد. ناكست يير ديفيديند. كل ده اشرح معه. طيب على الار اس مينس الجي. الجي دابار عن ايه? او تلك الجي دابار عن الاكسبيكتد جروس ان ديفيديند. اكسبيكتد جروس ان ديفيديند. طيب تعال نشوف الار اس. الار اس ده بيمسل ايه? الار اس ده بيمسل. الريت اوف فيتيرن. لو تفكره قتلك ده الريت اوف فيتيرن. ده ده اقل لرائة ايضا عايزه. ريكوايرت ريت اوف فيتيرد. اللي كنت باستخدمه عشان عامل اياه عشان عامل صح? ريكوايرت ريت اوف فيتيرن. طيب. راكز معي بقى. عاوزين نفهم الموضوع ده. الموديل ده. قصدو بي ايه? الفيرمز فاليو. الفيرمز فاليو اللي هي قيمة الشركة او قيمة السهم. بتتأثر بالتلاتة فاريبلز دولت. طيب. معناها لو زاد لو لو زادت. لو اللي هو اللي فوق ده زاد. هتلاقي الفيرمز فاليو ما لها? زادت. طيب. لو الجزء اللي تحت. هتلاقي برضو قيمة الفيرمز فاليو زادت لانت لما تقسم نفس الرقم على رقم اقل هتلاقي قيمة اللي ايه? قيمة الفيرمز فاليو او زادت. طيب عنده كله ماس. يعني بقول لك لو الرقم اللي فوق زاد. البي نود هتزيد. طيب اللي هي قيمة السهم او قيمة الشرك. طيب لو الرقم اللي تحت اللي هو الاتنين دقات مع بعض. قال له برضو قيمة الشركة هتزيد. طيب الرقم اللي تحت ده هيقل امتى لو الجي اللي هي الاكسباكت جروس زادت. طيب معنى كده ايه? معنى كده ان القيمة قيمة الشركة بزيد امتى لو دي وان زادت? او جي او الجي اللي هي زاد. او اللي ايه? او الار اس قل. ده كل ده ماس. لو اللي انت بتحلم بلاحة دي لو رقم اللي فوق زاد. قيمة الشركة ايه? هتزيد. معنى لو رقم اللي تحت ال. هيقل عن طريق حاكتين. اما جي دي تزيد. اما الار اس ايه? يقل. ساعتها برضو قيمة الشركة هتزيد. يبقى ده قصدو ايه بقى? بيقول لك ان قيمة الشركة? بتزيد في ايه? لو ال emissions by. زاد او أيضا او رقم الغل. اه. طب ايه بقى معنى الكلام ده? معنى الكلام ده اللي احنا عندنا هنا هو. ال Investment والExpected gross dividend Jay اتنين دولت مع بعض بيمثله الريتيرن بيمثله الايه الريتيرن اللي انا متوقعه من الشركة الريتيرن اللي انا متوقعه من الشركة بيبع بارة عن حاجتين الديفدند انا هاخده وان ما هو اللي هيحصل على الايه? على ده. طيب الار اس اللي هو ده عبارة عن ايه? ده اقل عائد انا عايزه انا عائل عائد انا عايزه بناءا على الايه? بناء على الريسك. يعني والله بناء على الريسك بتاعت الشركة دي انا اقل عائد عايزه ايه? هو اللي هو الار اس. يبقى سعادة قيمة الشركة بتتأثر بطوب الريسك اللي هو الريسك. فعشان كده قال لك اي قرار هيقصل على اللي هو او وهيقصل على المتمثل في ايه? الريسك ده متمثل في ايه? في اللي هو بالتالي هيقصره على اللي هيقصره على شفت? يعني حتى العنوان لازم تكون فهمه. دلوقتي احنا فصلنا الموضل وفهمنا هو قصده ايه? وعرفنا دلوقتي ان الفيرمز فاليو هتزيد مع يعني لما يزيد هيزود الفيرم فاليو ولما الريسك تزيد هيزيد فبلتالي فيرمز فاليو ايه? تقل يعني فيه هنا دايريكت ريليشنشاب. انت هنكتبها فيه دايريكت ريليشنشاب بتوين ايه وايه بقى? بتوين الفيرمز. الفاليو. انت اللي ايه? الاكسبيكتد ريتارد. لما الاكسبيكتد ريتارد انا متوقعهم الشركة يزيد. يبقى قيمة الشركة عنديها تزيد. حاجة طيب ايه تاني? عندي ان دايريكت ريليشنشاب. عندي ان دايريكت ريليشنشاب. او انفرس. لا معلش مش ان دايريكت. عندي انفرس. خليها انفرس. علاقة عكسية. انفرس. ريليشنشاب. بتوين ايه وايه? بتوين الريسك. اللي هي متمثلة في الار اس. بتوين. الريسك. والريسك ده متمثل في الايه? في الريكواير ديت انا بقى محتاجه من الشركة. ان في ارمز فاليو. طبعا الكلام ده كله مش موجود عندك في الكتاب. انا بشرحولك عشان تبقى فاهم الموديل. اه دلوقتي احنا فهمنا ان قيمة الشركة بتتقصل بحاكتين. الريتير والريسك. الريتيرن ده متمثل في الايه? الاكسبكتد ريتيرن ده متمثل في الايه? متمثل في الدي وان. بتاعنا نغير اللون عشان يبقى واضح. متمثل في الدي وان والجي. والريسك متمثل في الايه في الار اس. طيب. تعالوا نكمل بقى. عاوزين برضو نفهم حاجة زيادة. هي مش موجودة في الكتاب بس هتساعدكم. لان الكلام ده كله تستيقلوا فيه. خلي بقى لك الكتاب ما بيشرحش كل حاجة لان هو بيعتمد ان حد يشرح لك او انت هتعمل سيرش وتفهم. ايه بقى اللي احنا عاوزين نقوله تاني? عاوزين نعرف. العلاقة ما بين اول حاجة اهو. يعني احنا هنعيد الكلام اللي قلناها تاني. ده ده ريتوف ريتيرن. اللي هو الار اس. طيب. ايه بقى اللي احنا عاوزين نقوله? لما يزيد. اللي طبعا السوق لما الريسك بتاع الشركة يزيد طبعا السوق هيقول لك انا عايز ريتيرن اعلى هيبادة يعني المطلوب اقل المطلوب هيزيد. بس هو الريسك بتاع الشركة اقل. السوق هيقول لك والله خلاص انا محتاج منك ريتيرن اقل. لانا اقلت لك دايما اول ما بدينا الشابطة رقلت لك فعلاك ما بين الريسك والايه? والريتيرن. الريسك والريتيرن. بس ساعاتا ما حددت لكش ما حددت لكش اني نوع من الريتيرن. دلوقتي بقى حدد لك بقى فعلاقة ما بين الريزك والايه. لان فيه دلوقتي نوعين من فيه نوعين عندنا من فيه عندنا اكسبيكتد ريتيرن وفيه عندنا ايه? الاكسبيكتد ريتيرن هو الايه? هو الدي وان والجي. ده الايه? ده الار اس. فدلوقتي اقول لك فيه علاقة ما بين الريزك والايه? يعني ده 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 بيعوزه مين? ده بناء على الايه? يعني اللي بايس هو بيقول لك لما الريزك بتاع الشركة يزيد انا ببقى محتاج ايه ريتيرن اعلى. من الاكسبيكتد ريتيرن ده بتاع ايه? تعالنا نكتبها الاكسبيكتد ريتيرن ده بتاع الشركة نفسها. ده متعلق بالكمباني بتاعتي. طبعا ما عليش انا بحاول انا ربط لكم كل حاجة ببعض. فانا مش ملتزم بالكلام اللي مكتوب في الكتاب بس. عشان تفهم انت. لازم تكون فاهم. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الريزك. الريزك لما يزيد. السوق بيطلب ايه ريتيرن اعلى? السوق بيطلب ريتيرن اعلى. طبعا الكلام ده كله الريزك ده آآ المفروض كون انتو عارفينه اهو اتشارح لكم قبل كده. متمثل في البيتا. يعني خليكم عارفيني البيتا دي بتمثل الريزك. وده بيقى موجود عندكم في شابتر سيكس. اللي هو الكاب ام. ده هو انتو كنتو اخدتو شابتر سيكس. طيب. احنا خلاص عرفتنا على العلاقة ما بين الريزك والريتوفورتيرن. طيب. عايز اعرف. تاني حاجة بقى. تهالو نعرف الاعلاقة. اعلاقة. الريكوايرت. ريتوفورتيرن. اللي هي الار اس. ما عليش ااسف. اللي هي الار اس. والاكسبيكتد ريتيرن. اللي هو الجي الدي وان والجي. علاقتهم بالايه? علاقتهم بالفيرمز. بواليو. قيمة الشرك. اه شفت بقى دلوقتي برضو دي حاجة جديدة عاوزين يعرف? ايه علاقة التلاتة دولات ببعض? علاقة المبنية على الريزك. ده المبنية على الريزك. اللي هو بيحدده السوق. معلش انا بعيد الكلام عشان نفهم. وعلاقته بالاكسبيكتد ريتيرن. ده اللي مبنية على الشركة. ده بتاع الشركة نفسها. علاقتهم بقيمة الشركة ايه? قيمة الشركة دي متعلقة باللستوك. طيب تعال نكتب الكلام ده. عشان ايه? انا قلت لكم تكرار بيعلم شطار. اللي هو الار اس ده ببني على الماركت. اللي هو بيحدده عن طريق الريزك. ده اللي هو الكامباني بتاع الشركة. اللي مبنية على الشركة. الفيرمز ده متمثل في الستوك. ماشي. تعالي ناخد مسال. ناخد مسال. هنفترض ان ده مش هتغير اللي هو مبني على بتاعت الايه? مبني على بتاعت الشركة. فبناء ان على بتاع الشركة السوق بيقول لك والله انا محتاج من الشركة دي خمسة في المية. خمسة في المية. خلاص دي عثبتة. اول السوق شايف اني بناء انا على ريزك بتاع الشركة انا محتاج من الشركة دي خمسة في المية. طيب افرد بقى. افرد ان الشركة فعلا لانها بتدي خمسة في المية. بتدي خمسة في المية. اه يبقى ساعتها نقول الشرك دي مالها يعني السوق مقيمها كويس. هو سوق يقول انا محتاج منها خمسة في المية بناء ع الرق بتاعتها وهي بتادي فعلا بتدي خمسة في المية. طيب لو بصنا في الشركة عل وقفناها بتدي لي مش بتدي خمسة في المية بتدي سببعة في المية. بتدي سبع في المية يعني بتدي اعلى من الماركت عايزوا ساعتها نقول الشركة دي مالها يعني السوق مش مقيمها كويس لا دي الشركة بتدي اعلى من اللي سوق ايه عايزه فالشركة دي طب ولاي لو شركة بتدي تلاتة في المية وسوق كان طالب خمسة في المية انا اقول لك دي الشركة دي ايه يعني السوق بديها تقييم اعلى ده هو سوق فاكل ان هي مفروض تدي خمسة في المية بس هي بتدي كم تحتها في المية يبقى الشركة دي ما انا لو بيساوي بقى الشركة دي بتدي اعلى ايه بقى السوق بيعني بيعمل للشركة هو مش مقيم الشركة صح يعني في الاتنين تانين السوق مش مقيم لايه الشركة صح دي ساعتها نقول ايه نقول ده ماركت شفتنا هربط لك بقى ايه ده ساعتها بنفترض في الحالتين دولت ان السوق يغير قف ان ماركت لان السوق مش قادر يقايم لايه مش قادر يقايم الشركة صح في الحالة الاولانية لا ده السوق ما يلو هنا افشانت ماركت عارفي قايم الشركة صح ما انا في الحالتين التانيين اللي هو ايه السوق ما عارفش يقايمها صح طيب ليه سوق ما عارفش يقايم الشركة صح ممكن يكون عشان اللي ما عندوش كل ممكن نقول ده والله السوق ما جالوش كل الايه ما جالوش كل اللي هو محتاجها عشان يقايم الشركة صح دي فكرة اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي يعني ايه خلاص انا ننخلص ده ونتخل نتكلم على اللي هي فرضية السوق القفل خلاص فهمنا طيب تعال نشوف بقاية في الكتاب حاطط لك الفجر ده طبعا الفجر ده احنا خلاص شرحناه بس شايف الفجر ده بس المحضوط في الكتاب كان مطلوب بانك تفهم كل اللي انا شرحته لك فعشان كده بقول لك ايه لازم تفهم لازم يبقى عندك حاجة اسمها يعني ما تاخدش الحاجات كده ايه بالشبه او تقراها من غير ما تفكر فيها بيقول لك اكشن باي فاينانشال ماناجر القرار اللي هياخده المدير هياثر على الحاجتين والريسك والريسك ده متمثل في الايه في الار اس والاتنين ده بياثروا على الايه بياثروا على قيمة السعب الستوك فاليو الى البي نوت طبعا انا بقطعك ما بحبش البي نوت خليها البي ماشي ده كده ايه كده اخر حاجة بيقول لك بيقول لك بيقول لك القرارات اللي المدير يعني غالبا مش هتأثر على الريترن الواحده مش هتأثر على الريسك لا لما مسلا ان دلوقتي المدير هيدخل في مشروعه جديد عشان يزود الريترن بتاع الشركة طب ما انت عاوزت يزود الريترن بتاع الشركة فانت مضطر تاخد ريسك صح والله غلط فعشان كده بيقول لك ده في ايه هم مش آآ مش مفاصلين عن بعض يعني اي ديسيجن هياخده هيقصر على الريسك مع معا وغالبا الديسيجن ده هيقصر على الاتنين في نفس الاتجاه انا عايز ازود الريترن او عايز ازود الريترن فبالتالي انا هتطر ااخد ريسك اعلى طيب بركز معي بقى في الحتة دي اللي جاي دي لان دي هتجيلكو وممكن تلهبطكم بيقول لك ازف ازف تيك مور ريسك زير ايه زير شير خولدر اكسبكت تو سي هاير ديفدنس اه معنى بقى الكلام دي بيقول لك لما الشركة تاخد ريسك اعلى لما الشركة تاخد ريسك اعلى الشير هولدر ستوحها المستثمرين او حاملين الاسهم متوقعين اللي هم يشوفوا آآ ريترن اعلى هتقول يا امه دي حاجة طبيعية يعني حاجة مفهومة ايه اللي ايه اللي اغبطنا هاجيلك يقول لك في في مسلا سؤال اللي ايه يقول لك ايه هل ده معنى ان مور ريسك مينز مور اكسبكت هل ريسك العالي معناه اللي انا لازق هيبقى هيزيد اللي هو دي والجي والده هو مش هقول لك بقى يعني ايه انت مفروض عارف ده اللي هو دي وان ويقول لك صحة والله غلط طبعا انتو مسلا بنانا على الجملة دي هي مش مكتوبة بطريقة كويسة هتقوله من هي الحقيقة فولس فولس ليه انت ممكن تاخد بس ده ما يجيب لكش نتيجة يبقى انت خدت على الفوضي يبقى يبقى مش معناها هديك مور لأ التصيح بتاعها معناها مور ريسك معناه مور ريكوايرد ريتيرن احنا قلنا الوقتي في نوعين من ريتيرن فالتصيح بتاعها اللي هو ايه لما الشركة تاخد ريسك اعلى يبقى السوق محتاج ريتيرن اعلى ريكوايرد اعلى يبقى انا عايز ريكوايرد بتاعي يزيد بل ار اس هو اللي هيزيد ادي وان وجي ده بقى بناء على ايه على القرار اللي اخده ده كان صح او ولد يبقى لما يجي لك في ترول فولس يقول لك مور ريسك معناها مور ريكوايرد ايه ريتيرد هو الجملة دي كانت مكتوبة بالشكل اديك الايحاء ان هو معناها لا هو قصده ريتيرن اللي هو الار اس طيب كده خلصنا ايه بقى كده خلصنا طيب ندخل دلوقتي على الماركت او آآ كفاءة السوق آآ بعد نخلصه دلوقتي لان هو اخر حاجة بيتكلم عليها اللي هي الماركت افشانسي طيب يعني ايه بقى ماركت افشانسي بيقول لك بيقول لك الكومن ستوك هولدرز متوقعين ان هم ازاي قالك يعني هم متوقعين ان هم عشان هيستثمره هياخدوا حاجتين هياخدوا الديفدنز الريتيرن بتاعهم هيبقى عبارة عن ديفدنز وهي بقى انكريز ان شير فاليو دي انا قلت لك اللي هي الكابيتال جين دي لولت لكم في الاول خالص اي مستثمر متوقع من استثمره اللي هو هياخد عائد في شكل ايه العائد دعوه يبقى في شكل ايه طيب هو الانفستورز موطف داي يعني هو المستثمر ايه بيبقى between vestment1 بيبقى هدفه من الاستثمار قلك فيين معين من المستثمرين فين معين من المستثمرين في ان مستثمر بيستثمر في الشركة عشان يبقى عنده ايه يعني هو دلوقت مع مثلا اكيد مش يروح يحطم كلهم في ايه مش يروح يحطم كلهم في شركة واحدة مش مش هحطهم كلهم في ايه في الشركة. واحد ده هو عايز يحطهم في كذا شركة عشان ايه? يقلر الريسك بتاعه. اللي هو ما ماشيين بمبدأ ايه? لتضع البيض كله في ايه في سلة واحدة. فهو عايز يوزع. احط شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا. عشان اه اشغل فلوسي في كذا الشركة. واتجيب لي عائد لنا ايه? عايزه. ده اول نعم المستثمر. وده ده المستثمر الزكي. اللي هو ايه هو هيحط فلوسه ويزحى بحيث تقلل له الريسك. وفي الاخر تجيب له العائد اللي هو عايزه. في مستثمر تاني. عنده بقى الايه? بيضارب. وده اه عليه جدل كتير قوي. يعني ايه بيضارب. داخل السوق يضارب. يعني ايه? مش داخل اللي هو يحقق مسلا يحط فلوسه ويستثمرها في كذا حاجة. بيحس تجيب له العائد اللي هو عايزه. لأ. ده هو عايز يستفيد من فرق الاسعار. يعني ايه? يعني مسلا انا اروح اشتريها دلوقتي بسعر قليل. عشان هي هتزيد خلاص كمان اوزبعين. فانا بيرجع بيحة تاني بسعر اعلى واكسب فيها. يبه هو كل هدفه. المستثمر الاولاني هدفه الاولاني اللي هو الايه? هو عاوز عائد كويس. المستثمر التاني ده بيركز على الايه? على الكابيتال جين. بيركز على الكابيتال جين او زيادة بسعر الايه? السهم. فهو عاوز يستسمع عاوزي يكسب من فرق اللي ايه? فرق الاسعار. فرق الاسعار. طيب ايه زي بقى هيكسب من فرق الاسعار ده? ها نشوفها. وبيقول لك ايه? بيقول لك زيس انفستور باي شيرز. ها. المستثمرين دولت. بيشتروا الاسهم اللي هما شايفينها undervalued. ليبقى لان السهم اللي هو شايفه مش متقيم صح. وهو قمته مفروض تبقى عاوزي من كده. يبقى هو في السوق. السوق عامل له undervalued هو يروح يشتريه. ليقول لك ليه ده هما السوق مش عارف ان السهم ده يسوي اكتر من كده. فانا هشتري دلوقتي عشان ارجع بيحولهم بايه? بسعر اعلى لما يفهموا ان السهم ده ايه? يسوي اكتر من كده. وهبيع الاسهم اللي انا شايفها overvalued. لا ده انا عارف حاجات. هما سوق مش عارفها. وانا عارف السهم ده ما يسويش المبلغ اللي ايه? اللي سوق حطه. فانا هبيع السهم دلوقتي بسعره العالي. عشان هما لسه مش عارفين المعلومات اللي عندي. ولما ايه وعشان هما ايه? كمان اسبوعين سعره هيقل. فارجع عشتري تاني. اه يبقى ان هو دلوقتي ايه? بيستفيد باللي ايه? principiance of market. يعني دولة دولة عندهم عندهم اعتقاد عندهم اعتقاد سوقي ايه Инفشنت. عندهم اعتقاد ان سوق غير كفء. يعني السوق مش مقيم الاسهم بالطريقة الصحيحة. وهم هسكية. وهم اللي هستخدموا القانون. هما بيستضموا القانون اللي هو البي نود. هيساوي دي وان. على الار اس ماينس الجي. وبيطلعوا القيمة السعب اللي مفروض تساويه. هما شايفين ان السوق مش مش عندهوش نفس المعلومات. يشوفت بق 1933 بيفترضوا افترضات غريبة. بيفترضوا ان السوق مش عنده كل المعلومات اللي هو اللي هم عنده. يعني هما بيفترض ان هما عندهم معلومات حصرية. معلومات ايه? الحصرية مش عند السوق. وهما اسكية قوي اسكة من السوق. فهما عارفين ان يقيمه السفن بالطريقة со صحيحة. والسوق مش بيقيم السهم صح. فهم ايه يقول لك طيب انا اعتمد بقى على الايه? على عدم الكافاءة بتاعت السوق دي عشان اكسب. ازاي? اللي انا هشتري الاسهم. اللي هي ساعتها لو تفتكروا تلكو في الانترينزينج فاليو والماركت فاليو. الانترينزينج فاليو اللي هو الايه? البي نوت دي. فهم بيشوفوا مسلا هيقيموا السهم لو طلع بتاعته لو القيمة الجوهرية بتاعت السهم اعلى من سعر السوق يبقى ده ايه? ده كده السوق عمله under value. ساعتها انا ايه? هيعملوا باي يشتروا السهم. طيب لو الماركت فاليو اعلى من القيمة الجوهرية لو السوق مدي السهم ده او مدي الشركة دي قيمة اعلى من قيمتها الجوهرية يبدأ في ساعتهم يعملوا ايه? هم يعملوا. طب لو اللي اتنين بيساووا بعض يقولك ده ولا هنبيعه ولا هنشتري وهنعمل ايه? هنعمل نحتفظ بالسهم زي ما او. اه يبقى دولت بيعتمدوا على يبقى بيعتمدوا ان السوق ما عندهوش الانفورميشن زي اللي عنده. يعني دولت بيعتمدوا على حاجة ان هم عندهم اه اه مش عند حد تاني. او بيعتمد ان الناس اللي في السوق دولت اخبية وهم الاسكى منهم. فدوقت عاملين زي الايه? دوقت واخدين مقلب في نفسهم. واخدين مقلب في نفسهم وهم عاملين زي البحلنونات كده. او فاكر لهو اسكى من الناس كلها. هو اللي قدر يجيب الديب من ديله. عارف ان السهم ده مش متقيم صح. يعني كل الناس اللي في السوق. شايفين ان السهم ده يسوي ده. القيمة دي. مسلا يساوي ميت جنيه. هو شايف لا ده السهم ده يساوي تمانين. او سهم ده يساوي مية وعشرين. فهو ايه? بيشاف نفسه نفسه اسكى من الناس. او يا ام هو عنده ايه? عنده مش عند الناس. بس لو عنده ده يبدأ ساعتها بيعمل ايه? بيسموها او هو عنده معلومات مسلا حصرية عارف يجيبها عن طريق غير مشروع. وساعة ده يتعاكم عليه. ده ليها عقوبة برا. يعني البورس ساعتها هتعجبه وممكن تحبسه. لو انت هتعمل حتى تدخل ببورسة ويبقى عندك معلومات مش عند حد. يبقى تعمل طريقة غير مشروعة. يبقى ساعتها ده بيسموه ايه? وبيتحبس. فالناس دولت اللي هما اللي هما بيعملوا عندهم دولت بيعتمدوا ان السوق ما لهم دي الخلاصة اللي انا عايز اقال لها لك. طيب. ايه تاني بقى عايزين نقوله? بتفترض ان يعني الناس اللي في السوق عكس اللي ايه? عكس الناس اللي هما كنت بتقول لك احنا بنفهم احسن من السوق. لا الماركت افشينسي بيقول لك لأ. انت مش هتفهم احسن من الناس اللي في السوق. الناس اللي في السوق دولت برضو ناس فهمة. عندهم ايه? الناس عقلانيين. بيحددوا زي ما انت فعلا بتعمل. هما دولت بيحددوا قيمة السهم. الماركت فاليو. عن طريق اللي ايه? عن طريق الريسك والريتيرد. بيستخدموا نفس القانون انت بتستخدمه وايه? بيحددوا بتاعت السهم عن طريق الريسك والريتيرد. يعني مش انت الوحيد اللي ايه? اللي بتفهم. ده هما برضو بيفهموا. بس ده على الفكرة في برضو حاجة. ايه الحاجة اللي احنا عايزين نقولها? ان اا. الماركت افشينسي بيفترض ان معظم او معظم الانفستورز راشنال. بس في حاجة عندنا اسمها بيفيرال. بيفيرال. بيقول لك لا في ناس في غير عقلانيين. يعني زي غير عقلانيين. يعني بيقول لك المفروض مسلا لو انا بفضل لو انا لزلك المفروض انا اللي انت الباديه اللي انت ايه? هتفضل ايه عن سي. يلاقي الانفستور ده لأ. لما يبقى تحطفه مقارنة مع ايه و سي تلاقيه بيفضل ايه? بيفضل سي عن ايه? ده كده اراشنال. اراشنال. يعني هو مش عقلاني. بس طبعا ده ده مجال تاني اسمه بيفيرال فاينانس مش هنتكلم عنه. بس هو اداك عنه ايه? نابزة كده. بس الماركت افشينسي بيفترض ان معظم الناس ما لهم راشنال. بيفترض ان معظم الناس ما لهم راشنال. وبيحصل ما بينهم ايه? بيحصل ما بينهم في السوق. بيحصل ما بينهم يعني في بيع وشارة. انا عرض اه 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 عرض وطلب ده بيحدد لك الايه? ده هو قيمة قيمة ايه? قيمة اسامه او بتاع الايه? ده عسه. يعني سعياتها بيحصل. عندنا اهو عندنا هيحصل في السوق. اه ده الافاكرين ده الجرافي اللي كنا بنعمله ده السبلاي ده الدماند دولة اللي هما الدماند دولة اللي هما بتقطعوا ده ساعة حدايب اللي ايه بتاع السهم اللي هو طيب ايه تاني بقى الماركت افشينسي بقى بتفترض ايه? بتفترض ان كل الانفورميشن بتوصل للسوق. مش انا قلت لك الناس اللي هم مشغالين على اللي هم بيضربوا. ده افترض اللي هم عندهم معلومات مش ما عند حد تاني. بيقولك لأ اما كتبشينس تقولك لأ كل الانفورميشن موجودة في الايه? في السوق. يعني انت معندكش انفورميشن مش عند حد. يعني مستمرة. وعلى طول بتاع الانفورميشن دي يعني طبعا المعلومات الجديدة مبقاش حد متوقحها. فبناءا على المعلومات دي سعر السهم ما له بيتغير. ولما سعر السهم يتغير هتلاقي فيه جديد. يعني سعرها مسلا لو لقينا ان بتاع الشركة زاد او الشركة دي فيها مشكلة. ممكن تلاقي يقل. يقل. في ايه سعر السعر يقل. يبقى ساعاتها ده الماركت فاليو الجديدة. تمام? فهو بيقول لك بيقول لك ايه بيحرك الماركت فاليو بتاع السهم بحيث ايه تبقى ماشية مع تبقى معبرة عن زهرت جديدة. بس خلي بالك ان نعمل يعني نعمل المتكلم على المتكلم على المتكلم من المفروض محدش يعرفها لان الناس اللي بتشترك بالبرايفت انفورميشن دولت بيعملوا ايه بيعملوا جريمة. يعني مسلا لو حد مسلا شغال في الشركة مدير مالي في الشركة ميفعش يبيع ويشتري في السام بتاع الشركة دي. لان هو عارف الخيبية بتاعت الشركة بتاعته. ودي حصلت منها مشاكل كتير برا. مسلا يبقى مدير الشركة عارف ان الشركة فيها مشكلة. وان هي عطوقة. يروح يبيع الاسهم بتاعته كلها. وسارع عالي. ودوم ايه? لما شركة عايقه يكون هو خرج. يبقى ده عمل ايه? كان عمل بتاعه بيز على ايه? على مش عند حد تاني. بس طبعا الماركت بيقول لك احمل ناشتغل بالبرايفت انفورميشن. احنا بنتكلم عن متاحة وعلى طول بتأثر في الايه? في السعر. يبقى معنا كده اللي ايه? اللي انت مش هتقدر تشتغل او تكسب من فرق اللي ايه? من فرق القيمة او فرق الاسعار اللي انت بتقول عليه. ساعتها بقى ظهر لنا الايه بقى? ظهر لنا الفرضية بتاعة اللي احنا كنا نتكلم عليه ده كله دي فرضية اللي ايه? دي كان عملها واحد اسمه وخد عليها جايزة نوبل بس ده زي ما ماركت بناءا على الايه? على الانفورميشن يعني بيفترض انه على طول موجودة متاحة ببليك انفورميشن. بيفترض ان وبيفترض ان السوق وفيه كل ايه? ايه? فبلتالي ايه بقى? بلتالي بيقول لك على طول ايه? على طول ايه ؟ ايه? يعني fairly valued يعني fairly valued يعني fake valued כי Pearёان هيا لقيه؟ الاسبكتBe kissed return اللي بتاع الشركة زي Craft Return اللي السوق ايه طلبه ده اللي احنا اتكلمنا عليه لو تفتكروا ويقالك ان لما يكون الاسبة زي i rockets return بتاع السوق يبقى ساعتها ايه الشركة دي ايه fairly valued? فساعتها انت مش هتقدر ايه تبيعه تشتريه وتكسب من الايه فرق? الاسعار. سوق مقيم السهم صح. طيب تانية حاجة بيقول لك. طبعا الانفورميشن دي قصدو بيها ايه بقى? الانفورميشن دي قصدو بيها الايه? البابليك انفورميشن. او. شفتو بيتكلم عن البابليك انفورميشن. وبفترض برضو ان الاسعار على طول مالها. هتعمل للايه? الانفورميشن دي. يعني اول ما الانفورميشن تطلع السعر هطول هي ايه? هيواكبها وتغيرها لحسب الانفورميشن دي. طيب. اخر حاجة بيقول لك عشان الاسهم معمول لها ما تضيعش وقتك وتحاول اللي انت ايه? تشوف العشان تكسب من وراه. او ما تضيعش وقتك. ما تحاولش اللي انت ايه? تكسب من اه او الغلط في التسعير. او الغلط في التقييم. بس ودي كانت فكرة. ويبقى احنا كده خلصنا الايه? خلصنا طبعا يبقى كده فاضل في الشابتر ايه? فاضل في الشابتر بتاعنا. ده سهل جدا بيتكلم على التقييم بناء على الايه? على وبناء على حاجة اسمها او دي طرق تانية لتسعير الشركة بخلاف ايه? بخلاف ايه? بخلاف اه اه طبعا احنا احنا اخلناها في ده اللي هو اللي هو زيرو جروس والفاريبل جروس. او في بقى بيقول لك طب افطرد احنا اقايم الشركة من غير يعني الشرك ما بتديش نقايمها ازاي? خلك في كزا طريقة تعنيه ممكن اقايم بيها الشركة. دي ايه فكرة اتمنى انكم تكونوا فهمتوا? واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة